اهلا بكم في اولى نشرتنا الاقتصادية كاشف سعارة وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن عشد الزياني عن عزم الوزارة اطلاق مناطق صناعية جديدة خلال السنوات الثلاثة القادمة واوضح الزياني للنشاط الاقتصادية انه جاري حاليا ردم منطقة شرق سترة لإقامة منطقة صناعية في المستقبل المضور انا بسعارة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير الطاقة الدكتور احمد علي اشريان الامين العام حيئة الوطنية للنفط والغاز لافتتاح مؤتمر ومعرض الشرقي الاوسط السادس عشر لتأكل المعادن وقال الدكتور احمد الشريان بان المشاركة الايجابية في هذا المؤتمر والمعرض ما هي الا دليل على ما تتمتع به هذه الفعالية من سمعة طيبة وحسن تنظيم منذ الانطلاقة الاولى في عام 1979 مضيفا بان موضوع التأكل يعتبر من الموضوعات المهمة نظرا لكون تأكل المعادن يكلف كوكبنا الارضي مليارات دولارات في كل عام وهذا يحدث في جميع انحاء العالم الذي قد يؤثر على كل فرد مننا وفي كل يوم علاوة على الخسائر المادية التي يمكن احصائها ومشاهدتها وامتدادها الى المعاناة الانسانية والاصابات الخطيرة والخسائر في الارواح ترجمة نانسي قنقر